لو بتدور على منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل لدراسة تخصص من التخصصات الطبية. لو بتدور على منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل لدراسة تخصص من التخصصات الهندسية. لو بتدور على منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل لدراسة اي تخصص من التخصصات المشهورة عالميا واللي بيرغب فيها الكثير من الطلاب. لو مش معاكش هادة اثبات لغة انجليزية فانت لازم تتابع الفيديو ده واللي عشرح لك فيه طريقة التعديم على منحة مقدمة في احدى الدول العظمى على مستوى العالم وهي دولة المانيا منحة مقدمة من مؤسسة برلين لجميع الطلاب العرب وجميع الطلاب اللاجئين الراغبين في الدراسة في دولة المانيا في احدى التخصصات اللي بتقدمها لك جمعة برلين او جمعة بوتسدام الموجودة في المانيا من مميزات المنحة ان هي مش بتطلب منك شهادة اثبات لغة انجلزية طفل او ايلس وكمان مش بتطلب منك شهادة اثبات لغة المانية ومش بيقول لك انا عايز منك مستوى بي وان او بي تو في اللغة الالمانية هو مش طالب منك اي شهادة من شهادات اثبات اللغة بالاضافة ان هو بيعفلك الفرصة ان انت تدرس كرس لغة المانية او كرس لغة انجليزية كل ده هنعرفه مع بعض من خلال شرح طريقة التعديم على منحة اس بي دابليو برلين واللي هنشرحها بالتفصيل على قناة دكتور المنح يلا بينا نروح لللابتوب بتاعنا ونشوف ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة دي وكمان نشرح طريقة التعديم ازاي نملى الابليكيشن وازاي نقدم على المنحة دي وياريت في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك تعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعلك جرس وتعمل شير دعم منك للجود اللي بنحاول نقدمها وعلشان تنشر المعرفة والمعلومات دي لغيرك يلا بينا هنيجي هنا ننزل مع بعض منحة اس بي دابليو برلين لدراسة البكالوريوس والماجستير في دولة المانيا منحة ممولة بالكامل هنيجي مع بعض هنا ننزل لتفاصيل المنحة بتاعتنا زي ما قلنا للدولة المستضيفة هي المانيا طبعا الجهة المنحة قلنا مؤسسة اس بي دابليو الجامعات اللي انت ممكن تدرس فيها هي جامعة برلين او جامعة بوتسدام الموجودة في دولة المانيا المراحل الدراسية اللي بتغطيها لك المنحة دي البكالوريوس او الماجستير نوع المنحة دي ممول بالكامل ويمكن لجميع الطلاب العرب ان هم يقدموا على المنحة دي كمان المنحة دي بتدعم جميع الطلاب اللاجئين كمان مش بتطلب منك شهادة اثبات لغة انجليزية او شهادة اثبات لغة المانية لازم يكون عمر المتقدم على الاقل تمنتاشر سنة وعلى الاكسر تلاتين سنة يعني انت لو عندك تمنتاشر سنة بتقدر تقدم على المنحة دي لو عندك تلاتين سنة بتقدر تقدم على المنحة دي وطبعا لو عمرك ما بين التمنتاشر سنة الى التلاتين سنة فانت بتقدر تقدم على المنحة دي اخر معادل التقديم على المنحة دي هيكون تلاتين يونيو عشرين واحد وعشرين طيب مين اللي يقدر يقدم على المنحة دي لو انت طالب وعيز تقدم على برنامج الباكالوريوس. ينفع تقدم على المنحة دي لو انت طالب في الصف السلس السنوية حاليا. يعني لو انت طالب في السنة الاخيرة من السنوية العامة او الباكالوريا فانت تقدر تقدم على المنحة دي. لو انت خلصت بالفعل السنوية العامة او الباكالوريا فانت برضو ينفع تقدم على المنحة دي. ولو انت طالب بالفعل بتدرس حاليا الباكالوريوس يعني انت طالب جميع بالفعل حاليا وعايز تقدم على منحة الموجودة في المانيا فانت تقدر تقدم على المنحة دي. كمان لو انت خلصت دراسة بتاعك وعايز تقدم على المنحة دي وتدرس من الاول فانت بتقدر تقدم على المنحة دي. طيب لو انت عايز تدرس برنامج الماجستير مين اللي يقدر يقدم في برنامج لو انت طالب حاليا في المرحلة الاخيرة من الدراسة الجمعية بتاعتك. يعني انت خلاص في اخر سنة في بتاعك حاليا فانت تقدر تقدم على المنحة دي بتقدم على برنامج الماجستير. ولو انت خلصت البكاليروس بالفعل وعايز تقدم على المنحة دي لدراسة الماجستير فانت بتقدر تقدم على المنحة دي. هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم من نفسك فانت بتتبع خطوات الشرح التفصيل المقدمة من خلال الشرح على كنات دكتور المنح. لو انت عايز تستفيد من خدمات كنات دكتور المنح وتقدم من خلالنا في كل اللي عليك ان انت بتملع خاص بينا. واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن او صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. كمان لو انت عايز تشارك في جروباتنا على فيسبوك او عايز تطلع جميع المنح الدراسية اول بول فانت يمكنك الاشتراك في جروباتنا عن طريق اللينك اللي بتلاقيه برضو موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب ايه هي التخصصات اللي بتقدم عليك المنحة دي? زي ما قلت لك ان المنحة دي بتقدم لك العديد من التخصصات اللي انت ينفع تدرس فيها جميع التخصصات الموجودة في جامعة برلين او جامعة بوتيس دام انت ينفع تقدم عليها. طيب ازاي انا اعرف التخصصات دي? انا هنا سايب لك اللينك الخاص بي جامعة برلين واللينك الخاص بي جامعة بوتيس دام. تقدر تدخل عليهم وتشوف التخصصات المتاحة. طيب لو انا مش هعرف ادخل على اللينكات واجيبك كليات هجيبهم ازاي? انا سايب لك اللينكات هنا هدخل معاك دلوقتي وهوري لك انت ازاي تجيب التخصصات الموجودة في كل جامعة على سبيل المسال ادي جامعة برلين هتيجي تضغط هنا هيفتح معاك الموقع الرسم الخاص بجامعة برلين وهنا هتلاقي قدامك فيه هنا البرامج اللي انت ينفع تقدم عليها بتلاقي من ضمنهم عادي الخاصة بالطب وهنا فيه مسلا اللي هو الطب البيتري بتلاقي فيه تخصصات عديدة هنا انت ممكن تقراها وتشوفها عشان خاطر تعرف انت عايز تقدم على اي التخصص من التخصصات دي طيب بالنسبة لجامعة بوتيس دام انا برضو سايف لك الموقع الرسمي الخاص بالجامعة هتضغط عليها هتفتح معاك الصفحة الرسمية الخاصة بجامعة بوتيس دام هتيجي في الجزء الخاص بالفاكلتز اللي هي الكليات بتضغط هنا بيفتح معاك هنا جميع الكليات الموجودة في جامعة بوتيس دام واللي انت تقدر تختار تخصص من التخصصات الموجودة في احدى الجامعتين دول بكل بساطة وسهولة وتقدم عليه في زي ما احنا هنشوف مع بعض. طيب ايه هي مميزات المنحة دي? زي ما قلت لك ان منحة المقدمة في دولة المانيا هي منحة دراسية مجانية موالب الكامل في افضل الجامعات الالمانية. بتوفر لك جميع الرسوم الدراسية. بتوفر لك تكاليف السكن. بتوفر لك بدلات المعيشة. يعني راتب شهر يوصل الى خمسمائة خمسين يورو شهريا. كمان بتوفر لك بدل السفر وبتوفر ليه كورس لغة انجليزية او كورس لغة المانية. طيب ايه هي المساندات المطلوبة منك وعايزك تركز معي هنا? هو طالب منك نموذج الطلب وده اللي احنا هنتعرف عليه مع بعض ونتعرف ازاي احنا هنملاه. طالب منك الخطاب التحفيزي اللي هو والخطاب التحفيزي بيقولك ان هو لازم يكون صفحة او صفحتين. طالب منك السيرة الزاتية او اللي هو بتاعك. طبعا لو انت بتقدم على برنامج البكالوريوس فهو طالب منك صورة من شهادة التخرج السنوية العامة وبيان درجات السنوية العامة وهنيجي نقف هنا مع بعض. لو انا مسلا طالب دلوقتي في الصف الثالث السنوي عايز اقدم على المنحة دي. ولسه ما اخدتش شهادة السنوية العامة فانا هعمل ايه? انت هترفق له اثبات كده ان انت في الصف الاخير من السنوية العامة بتاعتك او البكالوريوس. اما لو انت خلاص اتخرجت من السنوية العامة بالفعل فانت بكل سهولة بترفق له شهادة التخرج وبيان درجات السنوية العامة. طيب لو انت عايز تقدم على فانت بترفق له شهاد التخرج بيان درجات البكالوريوس بتاعك. وطبعا لو انت في اخر سنة في الدراسة الجامعية بتاعتك هتعمل ايه? فانت بترفق له بيان درجات من السنوات السابقة للدراسة الجامعية بتاعتك اللي هو البكالوريوس وكمان بترفق له اثبات كده ان انت في اخر سنة دراسية في الجامعة بتاعتك. وطبعا لو كنت خلصت البكالوريوس فانت كل اللي عليك ان انت هتقدم له شهاد التخرج البكالوريوس وبيان درجات البكالوريوس. طبعا جميع المستندات اللي احنا بنذكرها هنا لازم تكون مترجمة الى اللغة الانجليزية. بالنسبة للناس اللي بتتسألني هل انا ينفع ارفق الاوراق بتاعتي باللغة العربية? لا ما ينفعش انت لازم تترجمهم الى اللغة الانجليزية. ومن مميزات المنحة دي انه بيقولك ان انت ممكن تترجم الاوراق بتاعتك باللغة الانجليزية عادي جدا. وبعد القبول انت ممكن توصاكم. لكن وانت بتقدم دلوقتي مفيش اي داعي او اي لازمة للتوصيق او التصديق على الاوراق دي. كل ده موجود في تفاصيل المنحة من خلال الموقع الرسمي. وهقولك انت ازاي ممكن تجيب تفاصيل المنحة اللي انا بقولها لك دلوقتي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. طيب هو برضو طالب منك معلومات عن صافي داخل الاسرة. يعني انت ممكن تجيب له كاشف حساب بنكي وده ان وجد. كمان بيقول لك ان انت ممكن ترفق له جميع الشهادات اللي انت حصلت عليها. زي مسلا شهادات حصلت عليها من كورسات من مسابقات علمية من تدريبات من اعمال تطوعية. ده ان وجد. طيب كمان هو بيقول لك ان انت ممكن ترفق له بعض الاوراق التانية ان وجدت معك. يعني انا هنا ايلك على الاوراق اللي هي المفروض تكون معاك بشكل يلزام وترفقها للمنحة. هنا برضو انا كاتب لك الاوراق اللي هي لو معاك انت ممكن ترفقها لو مش معاك عادي جدا. طيب ايه هي الاوراق دي? طبعا انت دلوقتي لو طالب جامعه فانت ممكن تجيب له اثبات يدل ان انت طالب في جامعة حاليا. لو معاك بترفقه له لو مش معاك عادي جدا. كمان لو انت معاك قبول جامعة من جامعة برلين او جامعة بوتسدام فانت ممكن ترفق له القبولات دي. لكن لو مش معاك خلاص عادي جدا والكلام ده موجود على موقع الرسم الخاص بالمنحة دي. كمان لو معاك اثبات لغة انجليزية ممكن ترفقها له كنوع من انواع الشهادات الدعمة لو مش معاك برضو عادي جدا. هو كاتب لك في الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. والكلام ده انا هواره لك دلوقتي بعينك اول ما يدخل على موقع الرسمي الخاص بالمنحة. دي جميع الاوراق اللي هي طالبة منك ان وجدت. وهنا دي الاوراق المطلوبة منك بشكل الزامي. طيب انت ازاي هتقدم على المنحة دي كيفية التقديم على المنحة انت بتجهز جميع المساندات السابقة اللي احنا ذكرناها مع بعض. وبترجمها باللغة الانجليزية وبأكد على الترجمة لازم تكون باللغة الانجليزية. كمان بتملق اللي احنا هنتعرف على طريق ملق ده مع بعض من خلال الفيديو ده. وبعد ما بتخلص كل حاجة وبتزبط كل المساندات بتاعتك بتبعاتهم عن طريق الايميل او البريد الالكتروني الخاص بهم وكل ده هنشرحه مع بعض واحنا بنملق بتاعنا الاول تعال ندخل مع بعض على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة هتفتح معنا دلوقت الصفحة الخاصة بمنحة برلين هنا فتح معك الموقع الرسمي الخاص بالمنحة زي ما انت شايف قدامي هنا هنا على اليمين بيقول لك هنا في بيقول لك انت نظام المنحة ده هيمشي ازاي يعني اول حاجة مسلا مطالب منك اللي هو اللي احنا هنشرح تقريط التديم عليه والمستندات اللي احنا قلنا عليها طبعا وبتبعتهم على الايميل وبعد ما تبعتهم على الايميل هم بيعملوا بتاعيتهم وبعد كده لما يبلوك باذن ربنا هم بيكون في بعد كده في الانترو ده طبعا بيعملوا معاك انترو أو Een rifle ويكون عن طريق زوم او وطيفور بيكون ايه هم هيتصلوا معاك ويقولوك على جميع المعلومات الخاصة في الانتروفيو. بعد كده بيعملوا الاخير بناء على بتاعتك بناء على بناء على الانتروفيو. بعد كده هم بيقولو لك ان انت بازن الله ان انت اتقابلت في المنحة دي. طيب هنا هو كاتب لك زي عن المنحة الخاصة بي انا دلوقتي قبل ما ندخل على عايز اوريه لك بعينك. كل المعلومات والبيانات اللي انا انا شاهدتها لك هتيجي تضغط هنا على زي فتح معاك اللي انت شايفه قدامي. هو هنا بيقول لك هو هنا بيشرح لك ايه هي المنحة دي مقدمة لمن? ادي مقدمة هنا بيقول لك كمان هو هنا بيقول لك ان الدراسة بتكون في جامعة برلين او كمان هنا بيقول لك مين اللي يقدر يقدم على المنحة دي? انت ممكن تغيراهم هنا بنفسك. انا بوريه لك اماكن المعلومات دي من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة وشرحتهم لك باللغة العربية. انت لو عايز تغيراهم بنفسك ممكن تغيراهم بنفسك بس علشان اوفر عليك وقت الفيديو. بعد كده هنا بيقول لك ادي هنا بيقول لك السن بيكون من 18 سنة لي 30 سنة. انت يا رباه المعلومات دي. هنا بيقول لك بالنسبة الديدلاين الديدلاين بيقول لك في تلاتين يونيو عشرين واحد وعشرين. كمان هنا بيقول لك دي بيقول لك ادي الملفات اللي هو طالبها منك بشكل اكباري. بعد كده هنا بيقول لك اهو يعني لو متاح معاك هو هنا بيقول لك لو انت متاح معاك اي ورق او اي مسند من المسندات دية فانت يفضل ان انت ترفقها. لو مش معاك عادي جدا هو هنا بيقول لك ومعلم لك هنا تحتها بخط اسود اهو بعد كده هنا انت لو عايز تقرأ في السليكشن كريتيريا لو عايز تقرأ بعد كده في السليكشن انت ممكن تقرأ الحاجات دي كلها بنفسك علشان ما طولش عليك وقت الفيديو تعالى نروح مع بعض نضغط على و هنشوف مع بعض ازاي احنا هنملى ده فتح معاك الخاص بمنحة اول حاجة طالب منك اللي هي المعلومات الخاصة بيك بتكتب اسمك انت هنا بتكتب اسمك الرابع بتدخل تاريخ من لادك يوم شهر السنة بتكتب الجنسية بتاعتك بتكتب الحالة الاجتماعية بتاعتك سواء متزوج ام اعزب بعد كده انا بيقول لك الاكاديميك استادس الاكاديميك استادس دي معناها ايه انت بتكتب له لو انت لسه في مدرسة سنوية او بكالوريا فانت بتكتب له هو كتب عليك هنا من تحت لو انت في جامعة حاليا فانت بتكتب له لو انت تخرجت بتكتب له ان انت وتبغر الحالة بتاعتك اي انت بتبدأ تكتبها هنا لو انت بيدخل عليك اي راتب شهري فانت بتكتب له الراتب الشهري بتاعك هنا. لو ما بيدخلش هنا فانت بتكتب اللي هو بعد كده انا بيقول لك اللي هو العنوان بتاعك بتكتب له اسم الشارع رقم المنزل اللي انت بتعيش فيه اللي هو انت بتجيب من على جوجل بتكتب زيب كود زي الاسم المنطقة اللي انت عايش فيها بتلع لك رقم بتكتبه. بتكتب هنا في اللي هي المدينة بتاعتك اللي هي محافظة بتاعتك والكونتر اللي هي ان هم هيتوصلوا معاك عن طريق الايميل ده. بعد كده هنا في لو انت عندك اي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي زي زي تويتر يوتيوب والفيسبوك فانت بتجيب اللينك وبتمسخوله هنا. لو مش معاك اي حاجة من دولة فانت بتيجي هنا بكل بساطة بتعمل ايه اللي هو بعد كده هنا بيقول لك فانت هنا بترفق له صورة شخصية لك. بعد كده بتيجي هنا في فانت هنا بدخل معلومات عن والدتك. اسم والدتك واسمها الرابع. والدولة اللي هي عايشة فيها حاليا والها говорит اللي هو هي بتشتغل ايه حاليا لو مسلا رابط منزل في انت ممكن تكتب ان هي رابط منزل لو هي بتشتغل في مكان معين فاتت بتكتب اسم الشغل بتاعها اللي هو الراتب الشهر بتاعها كم? لو هي مش بتشتغل او لم sociais ما فيش ما انت بتعمل زي ما اتفعد مع بقاء. بعد كده بتدخل معلومات عن والدك زي ما ادخلت معلومات عن والدتك بالزبط. بعد كده هنا بيقول لك يعني لأفراد اللي في العيلة بتاعتك. هو هنا بيسألك بيقول لك عدد الاخوة بتاعتك كان فانت هنا مسلا هو معك اخين تلاتة فانت هنا بتكتب عدد الاخوة مسلا عسابين المسال. بعد كده هنا بيقول لك عمرهم فانت هنا مسلا بتكتب عمره كل واحد في يوم عشرين سنة طمانتاشر ايا كان عمره اخوتك ايه بتكتبه. بعد كده هنا بيسألك يعني عدد افراد الاسرة بتاعتك بما في هم انت بما فيهم والدك فانت بتكتبهم هنا. بعد كده هنا بيقول لك الانقمة بتاع الاسرة كله يعني الدخل الشعري الخاص بالاسرة كان فانت بتكتب له الدخل الشعري الخاص بالاسرة ويا ريت لما تكتب له اكتب له باليورو يعني لو انت بتتكلم في جمهورية مصر العربية بتتعمل مسلا بالجنيه المصري فانت تحسب الدخل ده باليورو لو انت من اي دولة تاني فانت بتحول الدخل اللي بيدخل عليك بالعملة الخاصة بالدولة بتاعتك الى عملة اليورو. طيب هنيجي مع بعض هنا بيقول لك طيب انت هنا بتيجي بتدخله معلومات عن ايه? لو انت مسلا طالب بتقدم على الباكالوريوس فانت هنا بتدخل له معلومات عن المدرسة السنوية والباكالوريا اللي انت كنت بتدرس فيها. لو انت طالب بتقدم على مصر فانت هنا بتدخل له معلومات عن الدراسة الجامعية بتاعتك. طيب. هنا مسلا بتكتب له اسم المدرسة او الكلية بتكتب له المدينة او الدولة اللي كانت فيها المدرسة دي. بتكتب له التاريخ اللي انت حصلت فيه على الشهادة دي. بتكتب له مسلا هنا هنا اللي هو الدرجات اللي انت حصلت عليها بدخلوا هنا كل المعلومات الخاصة بي الجامعة او المدرسة السنوية اللي انت درس فيها وبتدرس فيها. هو هنا بيقول لك انت هنا بتيجي بتكتب له اسم المجال او تخصص اللي انت بتدرسه في الجامعة حاليا. ولو انت طالب في السنوية العامة فانت ممكن تكتب له انت بتدرس مسلا مجال العلم علوم او مجال الادبي. بعد كده هنا بيقول لك سرتيفكات بتدخل له هنا معلومات عن المدرسة السنوية اللي انت اتخرجت منها او انت مسلا تدرس فيها حاليا هو هنا بيقول لك يعني لو انت طالب خلصت السنوية العامة بالفعل فانت بتملل بيانات المطلوبة منك هنا لو انت لسه ما خلصش فانت خلاص بتسيب الجزء ده فاضي لان هو هنا يعني اللي حصل على الشهادة بالفعل بقى لجد هنا دي معلومات عن لو انت حصلت على الشهادة الجمعية بالفعل وبتقدم على برنامج المصر فانت بدخله معلومات عن الدراسة الجمعية بتاعتك هنا زي ما انت ساله شايف قude milieu دعمك بدخل اسمه الجمعre المدينة والدولة كانت فيها تاريخ التخرج بتاعك الدرجات اللي حصلت عليها الدين والمين اللي انت انت كنت بتدرسه بعد كده لو انت نشرت اي ايها بحسفة وهنا بيقولك نموف السيسان فانت بتكتبله السيساس بتاعتك اورسالة البحث بتاعتك كانت بتتكلم عن ايه وانت حصلت على الدرجات كام في السيسيس بتاعتك ورسالة البحث او مشروع التخرج زي ما تسميه يعني لكن لو ما عملتش اياس تليس فانت بكل بعضها بتكتب بعد كده بتيجي معايا في الكارن لو انت حاليا بتشتغل لو انت حاليا متالب ايا كان فا انت بتكتب له معلومات عنك. مسلا بتيجي او طايتل فا انت بتكتب له ان انت بعد كده هنا بتيجي في الجزء الخاص بذ paint eller الهو وركز معي في الجزء ده. انت هنا بتكتب له اسم الجامعة اللي انت ناوي تدرس فيها سواء ان كانت بريلين او بتكتب له طبعا اللي هي الدولة مسلا برلين. بتكتب له التاريخ اللي انت مخطط فيه للدراسة في الدولة دي في الجامعة دي. بعد كده بتكتب له التاريخ اللي انت متوقع ان انت تخرج فيه من الجامعة دي. بعد كده هنا بيقول لك يعني الدرجة العلمية اللي انت عايز تحصل عليها مسلا بكاليريوس ولا مصر. وهنا بتكتب له انت عايز تدرس ايه? وطبعا احنا قلنا التخصصات دي هتجيبها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجامعة سواء جامعة برلين او بعد كده هنا بيقول لك لو انت بتتدرب او عندك اي تدريب في اي شركة او اي مصنع او اي مكتب او اي بنك ايا كان التدريب بتاعك فانت بتكتب له معلومات عن التدريب ده طبعا لو كان تدريب ممول يعني بيتفعو لك فلوس فانت هنا بتكتب له انت بيدخل عليك كام وطبعا بعملة اليورو لو ما فيش الكلام ده خلص فانت بتعمل زي ما احنا اتفقنا مع بعض اللي هو الحاجة دي مش متطابق عليها طبعا هنا بيقول لك لو انت عندك اي تدريبات حصلت عليها لو عندك اي خبرات فانت هنا بتيجي بتكتب له هو هنا من دي لك انت هنا بتبدأ تدخله معلومات عن بتاعتك هو التدريبات بتاعتك من الاحدث الى الاقدمة يعني انت هنا لو جيت تاخد بالك معي هنا بتكتب له هنا التاريخ اللي انت بدأت فيه التاريخ اللي انت نهايت فيه اسم الشركة والمكان اللي كنت بتتدرب فيه المدينة والدولة delta بتاعك كان ايه بعد كده هنا بيقول لك اللي هي المسؤوليات بتاعتك كانت ايه بعد كده بتيجي في رقم اتنين هو بيقول لك يعني الحاجة اللي انت كان عندك فيها او كنت بتتدرب فيها قبل اللي فوق يعني مثلا لو الحاجة الاولى اللي انت دخلتها حصلت عليها في سنة الفين وتسعتاشر فانت هنا بتيجي تكتب له الحاجة اللي حصلت عليها في سنة الفين وتمنتاشر على سبيل المثال بعد كده الحاجة اللي حصلت عليها في سنة الفين وسبعتاشر بتكتب الاحدث في الاقدم في الاقدم وهكذا. طبعا انت بتبدأ تملى المعلومات دي طبقا ليه الى عندك اول انتان شاب اللي عندك لو عندك حاجة واحدة بس بتملى معلومات عن واحدة بس لو عندك اتنين تملى معلومات عن اتنين. ايا كان العدد اللي عندك انت بتملى له لغاية خمسة عندك. بعد كده بتيجي هنا في الجزء الخاص يعني هنا انت بتكتب له اي عندك بتكتب له بتكتب له المستوى بتاعك في لو عندك مسلا لو عندك مثلا. وتفعر عندك ايه? بتبدأ تكتبهم له هنا بيقول لك ازاي ازاي انت عرفت عن منحة برلين فانت هنا بتكتب له انت زي عرفت عن المنحة دي من الموقع الرسمي من الفيديوهات على اليوتيوب من الفيسبوك من الموقع تواصل الاجتماعي. وتفعر انت بتبدأ تكتب له هنا بيقول لك هنا في السؤال الثالث هل انت حصلت على اي منح دراسيه قبل كده قدمت في اي منح دراسية. لو انت محصلتش فانت هنا بتيجي بتكتب له بكل بساطة او زي ما اتفعلنا بتعمل لو انت حصلت على مين حضر سيء قبل كده هو بيقول لك حصلت عليها فين بيقول لك هنا اللي هو امتى عند والنتاج بتاعتك كانت ايه بعد كده هنا بيقول لك هل سفرت خارج الدولة بتاعتك قبل كده فانت هنا لو سفرت خارج الدولة بتاعتك قبل كده فانت هنا بتكتب له امتى سفرت واين سفرت واعدت المدة بتاعتك في السفر ده بعد كده بيقول لك انت اكتشفت من خلال الصفر بتاعك. طبعا بالنسبة للطلاب اللاجئين اللي بيقدموا على الفرصة دي فهم اكيد هيكتبوا ان هما صفروا بالخارج ويكتبوا. هما صفروا امتى? والسبب بتاع الصفر? وهم قعدوا لغاية قد ايه في الدولة دي? او لو كانوا مستمرين. طبعا لو انت طالب سفرت لأي غرض عادي فانت بتذكر الغرض ده. لو ما صفرتش خالص قبل كده فانت بتكتب. بعد كده هنا بيقول لك اكتب له هنا حاجات عن الهوبز بتاعتك عن الحاجات اللي انت مهتم بيها. زي القراءة الكتابة السباحة وتفور ايا ان كانت الهوبز بتاعتك كيف انت بتبدأ تكتبها. ويريت لو عندك اي معلومات عن الاسئلة اللي موجودة قدامك دي تملاها ما سيباش فاضية. لان ده بيفر معك في قبولك في المنح. بعد كده هنا بيقول لك هل انت شاركت في ايها عملت طوعية قبل كده? هل شاركت معها مؤسسات غير بحقيقة اللي هما بيعملوا مسلا ايام للاطفال بيفرحوا الناس اللي هما كبار السن وهكذا. ده مسال انا بذكره لك طبعا لو انت اشتركت في اي جامعية قبل كده فانت بتبدأ تكتب له معلومات عنها. هو هنا بيقول لك ليه انت اشتركت كمان بيقول لك امتى بيقول لك بيقول لك لغاية قد ايه الفترة اللي انت اشتركت فيها بعد كده بيقول لك فانت هنا بتبدأ تكتب له عن الحاجات دي كلها. بعد كده بتيجي هنا معايا في نهاية هو هنا بيقول لك ايه بعد كده هنا هو خلاصة الكلام ده بيقول لك ان انا المعلومات اللي انا كتبتها دي صحيحة وكمان تقدر منحة ان هما يعملوا سرش عنها ويقدروا يفحصوها عادي جدا بعد كده بتكتب التاريخ اللي انت مليت فيه ده بتاعتك بتكتب اسم المدينة بتاعتك والمحافظة والدولة هنا طبعا انت بتطبع بتاعتك بخط اليد طبعا ده انت بتاخده بعد كده اسكان او وبتجمعه مع بقى المستندات اللي احنا اتكلمنا عليها واللي قلت لك لازم تكون مترجمة باللغة الانجليزية وبتبعاتهم على البريد الالكتروني الخاص بيوم. هنا لو جينا ننزل مع بعض هو هنا بيقول لك ان انت لازم بتاعت بتاعك على البريد الالكتروني الخاص بينا هنا كمان لازم يكون مترجم الى اللغة الالمانية او اللغة الانجليزية مصيحة من اللي ترجم الاوراق باللغة الانجليزية بحيث ان انت لو حبيت تقدم على اي منحة تاني غير المنحة دي يكون معك الوراق مترجم باللغة الانجليزية ومتضطرش تترجمه تاني خلاص احنا ملينا بتاعنا وزبطنا في كل حاجة طبعا العملنا الامضة بتاعتنا اخدنا واخدنا الاوراق التانية وزبطنا كل الاوراق ومستندات اللي احنا اتفقنا عليها واللي موجودة قدامك هنا بتيجي بقى تبعط لهم على الايميل او البريد الالكتروني الخاص بيهم زي ما انا سيبقوا لك هنا او كمان انت ممكن تلاقيه في نفس اللي انت بتهم له مكتوب قدامك هنا بتبعت الاوراق دي وما تنساش انت بتبعت الايميل بتاعك ان انت تكتب كده محترم ده بيكون عبارة عن اربع او خمس سطور انت بتبدأ تشرح في ده انت مين وعندك كم سنة ومن اي دولة وبتقدم على المنحة دي بتقدم عليها لايه وفي اي تخصص بتعرفهم انت مين وبتبعت لهم الايميل ده بمنسبة ايه مش تبعت الايميل بتاعك فيه المسندات كده وخلاص وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم على المنحة المقدمة من مؤسسة برلين في المانيا اتمنى ان الشرحة كان واضح وبسيط ولو عندك اي سؤالة ياسف صار ممكن سيبه كومنت وانا هرد عليه باريت في نهاية الفيديو ما تنتجش تدعي مبعد لايك وتعمل سبسكرا باشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معانا كل ما يخص المنح وهو شكرا